إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَفَوْضُ أَبْرِي لَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين صلى الله عليك وعلى ابن عهمك أمير المؤمنين وعلى ابنتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم وعمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم ليت الحياة لا سقى الأزهار في الظلم صروفه غشت الزهراء بالظلم كم بعد فقد أبيها كابدت محنًا وقوعها يدعو الأطوال كرمني يا رسول الله وصحبه غصبوها بعده فدكًا وأنكروا فيئها ظلمًا من الحكم وأحرقوا باب بيت الطهر فاطمة بنار حقد اللوم مشبوبة الطرمي وأسقط الرشة لما ظل يعصرها منها جنين النمى في طاهر الرحم سيف القضى علي في حمائل قادوه قهرا بنوه عبادة الصنمي من بيت ابن صعاك الرجس أخرجوا ملمبًا برداء الفضل والكرمي وفاطم خلفه تدعو مقلتا تصوب عن مدمع كالغيث من سجمي من سجمي نادة أبا حسن ماذا القرود فطوم وحكم السيف في الهامات والقبل لم أنسها حين وافت قبر والديها خير البنية من عرب ومن عجبي وافت وقد غص بالأصحاب مسجده والبغي قام بجمع فيه مزدح به فهو استهدت دونها الأستار وامتدرت تبدي بليغًا من الإفصاح والكلمي جهت تموم عشر الأنصار في فدكين حقًا لنا خصه الرحمن من قدمي قالت تعرفوني أنا موجة المختار وعمل الثمود اليوم أنزلها بهالإديار خذت الزلاز اللو تخلولي الكرار كسرت وغلوه وروعت الصوتين يا ويل مدت على الهام اليمين رجت الكون وانت شعبت كل جلوم وانت المحزون ورفرف عذاب الله وغدا وكلهم يموجون ما حزب جبال وصلوا سلمان واثنين وحادر يجي اللوح للزهر يسلمان يلهاي يا بنت المصطفى وخيرة الإسوان تدرينا مبراهيم رحمة من الرحمن لا لازم يزهر على الهضام كل تصبرين قال هصبر وردت عليهم دمع منثور أنا لون الصبر خليه يكلو الأمع لم يمور تسقط جليني من الحشا والظليع وكسور وكسور بصاطة يا سلمان العبيد والرم المتنين تدري عليش صار يوم الهجمة والدار من غربة الفاجر من غربة الفاجر بالصدر مسمع وأوين علي اللي جرى حيدا الكرام يمشي مهبط والمدام على الخد أنا أحلف بقبر المصطفى وعزة المعبود هالبق ما أخلي حتى حدري عبود هالبق ما أخلي حتى حدري عبود أولاده تجري من أخدو واكسور جرب شوف حال الحسن وحسن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا رجوان إلا على الظالمين قالت مولاتنا فاطمة سلام الله عليها في خطبتها في مسجد أبيها على المهاجرين والأنصار وكنتم على شفى حفرة من النار بذقة الشارب ونهزة الطامع وقبزة العجلان وموطئ الأقدام تقتاتون القد وتشرفون القد طرق أذلة خاسئين تخافون أن يتخطبكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد محمد فاطمة سلام الله عليها ومعنتها ومصيبتها التي لا زالت تقرح القلوب وقضية لا زالت قيد النقاش والتحليل والمساءلة لأنها قضية من أهم القضايا الإسلامية كثير من القضايا والحوادث مرت في الإسلام لكن هناك قضايا ربما لم تحن ولم يسكت عنها وعلى جميع المجتمع الإسلامي أن يبحث قضية الزهراء ولا يخاف ولا يحزن لأن الأمر إذا سكت عنها ولأمالك هذا الزخم في اللعن والسف وفي التشهير وفي التهمة بأننا نسحب صفاء صحابة رسول الله أو كذا أو كذا يريدون أن نسكت على قضايا وجرائم فعلها من المسلمين من حاب النبي ودعوا صاحبة النبي صلى الله عليه وإذا قالوا تتسبوني تلعنونه كذا وكذا أسكتكم عن قضية هي من أهم القضايا العقدية نقول أحنا مثلا إذا سكتنا فيها أمور تؤثر على عقيدتنا اليوم إذا أنا ومن سرقني من الأجيال تربى على أن فاطمة مظلومة ويجي مجتمع آخر قضية وحدة إسلامية وقضية وحدة الصف وقضية التعايش هذا أمر نفروغ منه لكن أن أسكت على ما جرى على أئمتي وأرضى بما قالوا هؤلاء يعني أتفسخ من عقيدتي خلاص فاطمة مظلومة وذولات ما قتلوها وما ضربوها وكما قالوا ماتت مريضة بالحمة وخلاص واحد مصري يجيلكم الله سعطر على منصر يقول تلك أمة قد خل لها ما كستت أنتوا ما يخصفون لا تسأل اشلون ماتت الزهراء ولا تسأل اشلون قتلت حسين ولا تؤثر في اللعن على سيده هو طبعا يزيد بالمعاوية ولا تدخل نفسك النار بلعنك فلان وكذا هذا طبعا أمر لا يسكت عنه الأجيال الجاية إذا تربى وقال الله فاطم يميك وقتولك وإذا تربى على لا تلعني يزيد بالمعاوية وإذا تربى على أن كل الصحابة عدود وخلاص جيل بعد جيل تنتهي وهذه طبعا ما تنتهي وإحنا مو خالفين لأن زينب سلام الله عليها قالت لي يزيد كلمة فوالله لا تنحو ذكرنا ولا تميت وحينا وهل رأيك إلا فندا وأيامك إلا عددا هذه مقدمة نأتي إلى كلمة الزهراء صلاة الله علينا إلى مجتمع ادعى الحب وادعى الولاء وادعى الصحبة وإذا هذا الادعاء يستنعي إلى أن يجملون فيما حذر الله سبحانه وتعالى منه النبي يجوني صلون إياك يا رسل الله يروحون إياك الحروب يلعنون عبدت الأسلام يتظاهرون بالعداء لمن أعلن الحرب عليك وحاربك لكن اعتذر منهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ما هي صفاتهم يضجوا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا هذه واحدة وإذا رأيك هم تعجبك إجسامهم وإن يكونوا تسمع لقولهم كأنهم خشهم مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو قاتلهم الله أدنى فتكون لا يكون على أن اللي يصلي واللي يحارب واللي كذا لا لا لهؤلاء هم ولهذا بانت حقائقهم تقول بأبي وأمني فلما اختار الله لأبي دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق وسمل جنباب الدين ونبق كاظم الغاوين ونبق خامل الأقلين وهدى فليق المبطلين وأطلع الشيطان رأسهم من مغرسه هاتفا لكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين ثم استدهضكم فوجدكم خفافا وأحمشكم فوجدكم غضابا فوسنتم غير إبلكم وأوردتموها غير شربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيم والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم دائما المنافق يزعم ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لوحيطة بالكافرين أسألك بالله يا مؤمن أتحتاج الزهراء إلى أن تقف هذا الموقف أنت يا طبري وأنت يا ابن الأثير وأنت يا ابن الحجر وأنت يا ابن القتيبة ويا فسلم ويا بخاري تجون وتنقلون الحادثة سواء نقلا منقوصا على السعيات أو نقلا تاما هذا مو نقاشنا لما أنت تجي تنقل هذه القضية ما تساوي نفسك ليش فاطمة الزفاة تأتي وهي ابنة أعبد رجل على وجه الله رسول الله الذي أعزهم بعد الدلة الذي رفعهم بعد الضحة انت لا عندك جار وتوفي بس خلاص تغلق بابك عنه حتى باب بيته ما تمر عليها جاء النبي صلى الله عليه وآله بتعاليم العطف على اليتين زيارة الجار والمسائلة عنه وأوصى بالجار حتى ظنوا أنه سيؤرثه الجار 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 شوف النبي صلى الله عليه وآله ووصايا بالجار أهلا بيته ووصاياهم بالجار خلينا نقول أن النبي صلى الله عليه وآله ليس الذي رفعهم وأعزهم لكن من جار مو ابن بلد لازم يسألون عن أهده لازم يسألون عن أولاده وإذا المسلمون يهجمون على داره ويقتلون ابنته ليش ما سألتون يا كتاب ويو أرخين أنفسكم لأنه عب على كل مسلم أن يسمع هذا ولا ينشره قالوا لا سكتوب سكتوب هذين اللي كبار ما يتكلمون عليهم هين حقير ولا يعلم أنه حقير وفاطمة هي الرفيعة العظيمة العزيزة الشريفة المحصورة الطاهرة المطاهرة سيدة نساء العالمين أهكذا يقمر بها وتالي تجي تجي وتدخل إلى داره رسول الله ومن دار رسول الله باب يدخل على المسجد الفاطمة ما طلعت في الشارع وراحت لا المسجد بالبيت وتطلع من الدار وتدخل إلى المسجد وتجي تبين لهم مو جاي فاطمة تستهين بالناس لكن التذكير مو إهانة ولا تحقير لو لم يقدموا على هذا العالم ما بينت فاطمة حالهم أعلم أيها المؤمن لو لم يقدموا على هذا العالم ما جاءت فاطمة وقالت أنهم كنتوا الكفار لا لكن حاشا جاي يتذكر وكنتم على شفاء حفرة من النار ملقة الشارع ونهزة الطابع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام تقتاتون القد شوف حالهم وهذه كلمة معصومة يعني تأليخهم كامل معلوم معروف عندهم أنت بيعبد الصنم ومصير إلى النار إذا هوا بلا توبة وبدلا حكلا إذا ماتوا على عبادة أصنامه خلاص كافر ثم تبين لهم الفطر والعازة التي هم فيها تقتاتون القير تشرفون الطراق أذلة الخاسئين خلوا هل يقول مؤذلك أذلة أعزهم الله بالنبي صلى الله عليه وآله أعزهم الله بالإسلام وإلا أذلة ما أكو عند واحد مذلة ولا مهانة ولا منقصة إلا وأبقىها على قريش والتالي شنو يجي النبي صلى الله عليه وآله ويرفع من شأنهم ويعزهم بالإسلام الذي لم يقبلوه ما قبلوه نعم نعم وتبين ما كان منهم تبين ما كان منهم تقتاتون القير يأخذون الميتة ويملحون لحمها يسمون أحلى على خلاحنا القدينة تشربون الطراق كفاءات ما موجودة خمول دائمة مجتمع خامل مجتمع بنيم إذا بير من الآبان موجود عينما يعتمدون عليها لكن ما عندهم كفاءة ينتظرون إذا صار الشتاء وصار المطر ملقوا بالمياه بالجرار المياه هذا الطراق مياه المستنقعات إذا صار المطر وتجمع قاموا يجمعون ما فيهم كفاءة رجال وأخويا واللي يعتمد الفارس واللي يحمل الصمصام والبطل ما ينذرون أربع خمس عشر يحفرون بئة ويشربون ماء نظيف يشربون الماء الآسن وتشربون الطرق أذلة خاسمين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم هنا من قاطع لفاطمة الزهراء سلام الله عليها فيها بيان فيها مطالبات فيها توجيهات ومن المطالبات أنها قالت له يا فلان أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبيه لقد جيت شيئا فريا أما قرأت كتاب الله تعالى إذ يقول وورث سليمان داون وقال رب هم لي من لدنك ولي يرثني ويرث منها ليعقوم واجعله ربي رضيا وقال إن ترك خيرا للوصية وقال يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ المنثيين هذا ما سمعت كله قال جاهل النبي نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا حضة ولا دار ولا مالا ولا عقارة إنما نورث العلم والنبوة يدر هو زكريا سلام الله عليه قال وإني خفت الموالية من ورائي ليش هذا الخوف خوف على المال وعلى النبوة لأن هؤلاء فسقا ليش سؤال لهذا يمنعهم وبهذا لم يقنع ولم يرجع ولم يتراجع ويواهد الكتاب كل سبع الكتاب إذا يبحث الباحث أنه كتب كتاب وخرجت بالكتاب مستحيل يكتب كتاب بعض الباحثين يقول مستحيل يكتب كتاب لأنه لا يستبد برأيه وإنما أمره في يد الثاني والمجنوع الموجود وهذا عند في السقيفة تعاهلوه على أنفسهم اليوم يقنع الكتاب لا رواية ضعيفة أنه كتب لها كتاب وخرجت بالكتاب وإذا بالرجل أمامها ما هذا قالت كتاب من الأول قال ناوليني إياه وإذا به إرجع فدف فدفد فيه وبقره ورمامه ووقعه برجل ما يكتب كتاب هذا ولا يتراجع أبدا الأمر الآخر أن فرض ما تعتبر هذا الأمر تراث نحن نتساءل فدف وتراث على مستوى عالمه إعلم أن النبي صلى الله عليه وآله الوصية على بيت المال هي فاطمة والوصي على الخلافة هو عليهم أبي طالب ما ممكن يعني يتوقع أن يهجم على فاطمة وتغصر وما ذلك إلا لعظم خطرها ولقوة شخصها فاطمة وما أدران من فاطمة أهلها النبي صلى الله عليه وآله إلى مسك بيت مال المسلمين تدري شهن فما يلحلها فدك والعواني وبأمر من الله سبحانه وتعالى ما هذا إلا لحكمه مو هذا أب عند ولد حب حب عظيم وقلك لا يضيع لا يفتقر وأنا أخلي إلى هذا الإذذ لا إن بمو هذا شأن لا لا لحكمك ولأمر أراده الله سبحانه وتعالى ولأن فاطمة بأبي وأمي أمينة على مال الله ولها فصرفها فيه تملكم فتأتي إلى المهاجرين والأمصار يا أعضاد الملة وحملة القرآن ما هذه الأميزة في حقي أعظم أعظم تراثابي وأنتم مني بمرأة ومسمع ومنتدى ومجمع تدرون؟ فدك يمكن أحنا نقول إن خيلات إذا طلعت من المدينة قالوا هذه فدك وبعضهم راحوها بعض الجماعة لا هذه فدك لكن ما حولها الإمام الكاظم سلام الله عليه يخبرنا بعدودها يقولون هارون بشير عليه ما عليه من اللعنة يقول يا موسى بن جعفر أريد أن أرجع عليكم فدك أرجع عليكم فدك قال له الإمام لو أخبرتك بحدود فدك أولا ترجعها إلينا ترجعها قال بل أخبرني لحدودها قال حدها الأول سمرقن وحدها الثاني أفريقيا وحدها الثالث أرمينيا وحدها الرادة ساحل البحر مما يريد جسر خليج العربي بالفارسي بما حوله هذا يقولون ما استطاع من يعني صاعق على سمعه قالوا قائما على قدمه ما يطول يقول لك كل شيء إلينا إحنا وأنتعي الآن جاي يقول هذه على مستوى قارات قال لي لم تركتم لنا شيء يا ابنها فاطمة قالوا إني أعلم يا هارون إنك لا ترجعها إذا أخبرتك بحدودها ما ترجعها ما ترجعها ففاطمة تطالب بفدك المعنى لا فدك المادة فلهذا على قدر مقاومتها أو مطالمتها قاوموها وقالوا لا كد من الإقدام على أمره ربما نعاق عليه لكن هو المخرج وهو المنجا بعد إذا الآن قتلنا أعظم مخلوقا دموا النبي ولحموا النبي بعد ما واحد يرفع راسا أفدا هذه عمي سياسة الأقصاء وسياسة التصفية وسياسة التجويع وسياسة التكفير والتشهير هذه من السقيفة الآن لا تستعجب اليوم يكفرونك ويقولون مشرج ويقولون كذا لا من ذاك اليوم أبو بكر بن أبي قريعة الشاعر اللي يوصل ولأي شيء ألحده بالليل فاطمة الشريفة هذا يقول لولا حدود صوار من أمضى مضاربة خنيفة لذكرت من أمباء آل محمد نكة لطيفة وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة من يوم السقيفة كل ما يجري على الناس إلى هذه اللحظة من ذلك اليوم أضف إلى هذا أن فاطمة بأبي وأمي في حياة النبي ثلاث سنوات ستة أشهر بيدها فدت وما فارقت روحه الدنيا إلا وقد هجموا وفعلوا ما فعلوا الإمام أمير المؤمنين يقول له قضية فدك ما يخالف بل كانت في أيدينا فدك من بعض ما أضلته السماء فشحت عليها نفوس قوم ونعمة حكم الله وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس من مضار نها غدن إلى جده القضية من قضية فدك وراحة فدك وغصبوا فدك لا القضية أعظم من ذلك ما هي قال دع تفاصيل لا تسألني عن التفاصيل ترى الأمر جلل دع تفاصيل ما جرى فنياني بعض ما كان نفتة المصدور ما سمعنا من قبل من تنبيل أوذيت كالبتور بعد النذير ما جاجر عليها قال أصرت أسقطت أضيع الضماما أصبت كذبت كذبت بإفك الوزوري دخلوا دعاها وليس عليها من قناعين والحقد بالعصدوري فأسقطت بنت النبي وحزنا جنينا جنينا لاجي المسمى محسنا خرقت وخر المحسن وصاحت يا فضة اتهيق أيها المؤمن لمصيبة الزهراء خرقت وخر المحسن وصاحت يا فضة بالعجل دركيني ترى ما قدر النهراء أغلوع ترى كسرة جسم المرمضة أولا أبقى كليما ضربت المسمى أرد الله هذا ما تقال لما وقف بالباب وقال كولي علي يخرج وإلا أظن عليكم بيتكم نارا خرج الطالة وحرج عليكم أن تدخلوا إلى داري مغير يذن مني دافعتهم فما أفاد رجل بقوته وشابة ثمانية عشر سنة أنحلها فراق النبي صلى الله عليه وآله والخوف جايين محطبوا جزروا ناروا يتشوفوا النار من شقوق الباب إن دافع بأبي وأمي وإذا به ينادي يا قل فض علي بالصوت أخذ الصوت وبانت أنا من فاطمة فأخذ يؤلمها حتى خلت عن المام والآلت بين بابها وجدارها فعصرها بين الباب والجدار وخلت مقشيا على لها وقد اسقطت محسنا فلا من ملاد الله فاطمة جاءوا وأجموا على الدار وقيدوا عليا بحمائل سيفه ومشوا معلي ما فتحت عينها فض إن علي قالت خرجوا به ملببا قالت يا فضك سروا غلي صبا أسقطوني جليني صبا لطموني على عيني صبا اتماعا علي صبرا شوية فصل لك حتى يجي إلى مصيبة الزهر خرجت في لمة من نسايا وحفدتها ووصلت إلى مسجد رسول الله مغضبه وإذا المعصون لاحق غضب في وجهه حتى المجرم الذي أمامه يرتعر ويرتعش وشوف إنت أمير المؤمنين إذا غضب في الميدان الفرسان ينفرون من بين يديه أبي الضيم الحسين عليه السلام جاء مغضبا وكان قلبه كصارية غضا من العطش فإذا رمق الفارس ولا وهرب وما ورز إليه أحد يجون في الميدان فاطمة بأمي وأمي غاضبة وهي تلادي أين أنت يا علي يقول جاء اتكلم وأتطالب بأشمالها وقال يا حنو لا نراها تري إلا عنه خلوا عن عنه جاءت وإذا بعني المنكس الرأس العمامة انحنت عليه أول نظرت إلى الرجل قالت فلان ما لي وما لك أتريد أن ترمي لني للزوجين وتريتي مع أولادي والله لو لا أنها سوى علي لشرت شعلي ثم انحنت على علي يا علي إن كنت في خير كنت معك وإن كنت في شر كنت معك وكلهم يسمعون مع العمامة على رأسك انت لا مهار لا مهتكر يا علي وخلي واحد يقرب إليه وضع الأمام على رأسك قبضت على يده وقف بأبي وأمي وكلهم في صنفة وابتعدوا عن أمير وأميني وبعد أن خطبت وعرتهم قبضت على علي وإجت بإلى الدار شاف عين تغيرت الحال إيد على الأضلاع وإيد على العين المرطومة ومستند إلى الجدار ما تقدر تصلب نفسها وإذا بيهتقول لعلي شوف حال اجتملت شملة الجميل وقعدت حجرة الظنين نقبت قادمة الأجدر فخارك ريش الأعزم بك علي قال نهني هي عن وجدك يا ابنة الصفو وأنا موصلني النبي وبقية النمو فوالله ما وليت عن ديني وما أخطأت مقدوري فإن كنت تريدين القرغة فحقك مغمون وكثيرك مغمون أنا بعد ما كان سيفي ثم وقف وسيفه في يده قال هيا زهر اليوم لازم تعذريني أول تالي يا قتول تعرفيني ما ملت عن دربي ولا فارق الديني ومنت يا زهر اليوم هاللفرة غريبة والله يا زهر انت جانس اللي السيف واقوم ما تسمعين على المناب الغير هاي يوم بسم النبي المختار عندك شي صح معلوم وظل يرتعد والغيظ يتوقن لهيبة يوم شافت غضبان قالت لا يا علي علي الوصية من النبي صاحت رضيت وصابر على انصامية واسمع النكر المصطفى صف الحرسية وذيب حياتها علي مطول ليلة طال النبي واطلع من الدنيا كيبة وما طالت الهبية بي وامي عانت ما عانت بقيت على فراشها تسهر الليل بالنياحة والانين أربعين ليلة أو ثلين وسبعين ليلة أو تسعين ليلة أو مئة ليلة قاستها عن مختلف الروايات فاطمة بي ابي وامي لا تقلبوا جنبا عن جنب إلى آخر حياتها خلاص فاطمة بي ابي وامي دخلون عليها النساء ما حالك يا بنت رسول الله قالت أصبحت قالية لرجالكم اللي سووا مو قليتا عائفة لدنياكم وما دخل أمير المؤمنين يوم من الأيام إلا فاطمة تقول والأن من الباب فأني لأنتيها وبكاني وكائها وجلس وقام يمسح على رأس الزهرة يبكي ويبكي وينادر وفاطمة إش زايد عليك اليوم يا زهرة الوجيب بطل ونينة جذعى بقلبي لا تنين يام الحسن بطل ونينة جاوبيني شوفي أولادك بالبواعات بذوريني قالت يا حاذر فرقك وبينك وبيني وبيني يام وداعات الله مسافرة عنك يا رحسين أقوصيك بوصايا على الالف ذا أنا من هالمرب ما أشوف يا حاذر سلامك تزوجعكم عيني يا رحسين بأمامه وبس الله الله بعد موتي بهاليتامه سكن خواطنهم ونشف دمعة العين أجمع أصحابك مع الموتي وجاهزوني وطلعوا الجمال أزبلين خفيا وادفلوني والنكسروا والعيوب الباب عصروني لا يحضرون جنازتي يمشي يد الدين ما قصروا يا مرتبا كسروا الغلوعي اليوم من ضرب الرجل اسمع سكن روحي ومعدي على المختار ما نشفت الموعي أولا طنفا أخذر محجر العين يا علي أولادي الله الله فيهم لا تصريح في وجوههم ولا تكسر خواطرهم الله الله بزينب هذه المغلة للعزيزة يا علي وكلما سمع الوصايا قام ينحب ودموع تسير على خلود لا يا بنت رسول الله إن شاء الله بتقومين وتربين أولادك قالت لا يا علي إني مفارقة وقد رأيت أبي وهو يقول العجل العجل يا فاطمة ما تشتاقين إلينا يا علي أنا بأموت لكن رأيت الملائكة في عالم النوم صورت لي نعشي لأنها قالت إلها اسمع أنا نحيلة يقولي الاسمع أنا نحيلة وهذه النعوش اللي يحملون عليها أهل المدينة جردني يعني قالت لو كنا بالحبشة شفتهم يحملون النزاع على نعوش يجيبون جريد النخل يحنون الجريد ويبسطون عليه الردة فتختفي ما ينزلها في قبرها إلا أهلها ما يشوفونها الأجانب قالت اعملي لي جاءت بجريد النخل وشافت شلون تسوي اسمها هذا النعش قالت سترتيني سترك الله قالت يا علي سوي لي نعش مثل هذا النعوش قالوا لا يقصد لأطلع إلى المسجد ما رجع وإذا فاطمة مو في الفراش الحمد لله الذي شاف بنت رسول الله ما طلع وإذا فاطمة جارسة مستند إلى الجدار وأمامها جفنة الجفنة فيها طحين عجين والثالي الجفنة فيها طين قال لها يا بنت رسول الله وقام عاد شوف التهدو يا محلومة نوع الإنسان ويا بلقيس حجرة التقديس والجلال ويا أسية عالم التكميل والجمال يا عروس القليلة الجهاز يا زهراء المرضية يا بنت رسول الله يا أم الحسن المظلوم يا أم الحسن المسموم والدة الحسين المظلوم ما رأيتك تعملين عملا من أعمال الدنيا في يوم واحد ولا ظنه إلا عن سبب قالت يا صاحبتات شورتها الأتاء ويا فارس ميدان عرصات لا فتاء يا سيف الله المسلول على أعداء يا أم الحسن هذه آخر أيامي من الدنيا من أين لك يا ذا وقد انقطع عنا الواحي قالت رقدته ليها فرأيت أبي وهو يقول أما تشتاقين إلينا يا فاطمة وهذا العجين أخفز لأولادي خبزا لأنك مشؤول في غدا تغذب غزلي والصلاة علي والتجهيزي وهذا الطين أخفز روس أولادي أخاف أن تبقى روسهم مغبرة وبطونهم جائعة اختنق بعبرته بأبي وأمي وقام إلى المسجد فاطمة أنهت أعمالها بأبي وم فقالت يا أسما هي لمهتسلة هيئت لها مهتسلة دخلت اغتسلت لبست أبخرة ثيابها ثم ضجعت على فراشها ما أجد أسما وإذا الكفن عند راس فاطمة والحنوط عند راس فاطمة وكل شيء جاهز قالت يا أسما أدخل وأخلد إلى فراشي بعد ساعة نادي فإن أجدتك وإلا تدخلين علي تجديني ميتة كلهم مستانسين قامت من فراشها اتوص علي وتخبر أسما بموتها أسما تشاغلت فاطمة بأبي وأمي ضجعت على فراشها وهي تنادي إلهي بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وحبه إليه وبحق أمير المؤمنين علي واشتياقه إليه وبحق الحسني وحزنه علي وبحق الحسين وبكائه علي إلا ما غفرت للعسات من شيعة ومن أمتي أبي وقامت تدعو بأبي وأمي وبعد أن دعت وتلت آيات من القرآن ضعف صوتها مدت يديها ورجليها وقرأت سورة ياسي حتى ختمتها وأطلقت فاها عرق جمينها سكن أنينها أغمضت عينيها وفارت روحها الطاهرة هنما در فاطمة أسما أقبلت نادت يا بنت رسول الله لم تجبها يا فاطمة لم تجبها يا سيدة النساء لم تجبها فتعت الباب ودخلت وإذا بفاطمة فارقت الدنيا فالباب ردت والقرب يسعر لهيبة تنتظر داح الباب والهاتي وحكيبة أن الحسن لازم يمين أحسن بيدي يسأل عن البرع عوشة في الحزن بادي قلها عنا ونخبرين اش حال هاليوم قاعد ينامت تقل لك قالها السماء عينا نور قالت فعل بين الدهر يا نور العيوم قال الدهر وتشمتت بين الأعادي أسمعين أمي قالت لو إنها نائمة قال هذا لا ينام الناس فيها الوقت لا ينام الناس فيه أخبريني جاءت بالطعام جاءت من الماء أكلها يا ولدها يسربها تريد شوية تبعدهم عن الموضوع قال له الحسن أسمع أسألك عن أمي لا أسألك عن طعام بكت واختنقت بعبرتها وصبتت قال هل ياش ما نسمع وني نبنى ولا نسمع كلام إن شاء الله طابت العل أو طام ضرب من اللقاء دعوية أسمع سافرت عنا وخلتنا عيتارا مش عيدي قولت فاولتها ظهر مكسا سال ما وياليت يا ابن عم كلامك لا يكون قول فألمنا السلامة وليات علتها تهو قل أخوي أبننا حيلة وبهر عرر بالمتور وسأل الله غلع لمكسر من الزارة الجبار وإن يبن أم السلامة والجسد منها نحيل والطلع منها مكسر والصدر دم ما يسير ومنت يا نور عالي يوم در ليلة يجير والأسف ما وصلت العشرين خويا من العمر كانت أسمي أولاد المرتبط روح الرسول دام يلوي مقدر أحجلكم يا سادة في شجور لكن النار دخلوها وعينوا حال البتور ومن العجل والدول أبيكم يا ري وعيني خبر بعد بعد على الزارة يوم دي أخلو عالنا حمى الدنيا نائمة نوات الموت ووساء المائم والسدر وفي نوم صلى والإحيان بيه مستلع لها الرجال اللو عيه ومدار معه انت الشبه المظهر انحنى علي الحسين يقل ابنه ما تيجي قاعدية مكسورة يا مكسورة تيجي قاعد تبرا العين نسحيد معين انت رأينا ترى انا عزيز في جهزي اجارة العادة على الولادي اشتصدي جرعاها من بعد ووالدها المعين لآرل لبئس ما جرعاها من تمام الممان حليلة من ويل ثم ويل ثم ويل لمن سنظمها وأباها أرسل على محمد وآل فهلنا للوالدين ولجميع الحاطنة ولجميع المؤمنين والمؤمنات بحق الزهراء والبياء والعلياء والسر والسر والدعين فرج عنا فرج عاجنا قريبا كلمة البصر يوهو أقرأ من ذلك يا كريم فضي الحاضرين والمؤسسين شف مرضانا فكأسرانا رد غربانا أرحم شهداء أنا الأبرار إلى موت الحاضرين والمؤسسين والظمات علينا نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل اشتركوا في القناة شكرا